كما تمكنت الإدارة العامة للمرور وأكدت أيضاً الإدارة العامة المرور بالتنصيق مع كافة إدارات المرور بمدريات الأمن على مستوى الجمهورية من ضبط 403 مخالفات لسائق سيارات الأجرة وذلك نظر عدم الالتزام بتعريفة الركوب المقررة تم إحالتهم إلى النيابة العامة ومن جانبه صرح مصدر مسؤول في مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن هذه الحملات تأتي في إطار متابعة التزام سيارات الأجرة بالتعريفة المقررة من خلال المحافظين بمختلف الخطوط مشيراً إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية لكل مخالفة على حدة تواصل الأجهزة الأمنية حملاتها المرورية بالشوارع لضبط كافة صور الإخلال بالقانون أكدت وزارة الداخلية التزام أجهزتها بكافة الضوابط الدستورية والقانونية وتحقيق رقابة فعلية على تلك الأجهزة لمواجهة أي التجاوزات أو انتهاكات ولفتت الوزارة إلى عدم صحة الإدعاءات الواردة بالبيان الصادر من عدد من المنظمات الحقوقية يزعم تعرض المحبوسين بلومان 430 و 440 سجن وادي النطرون للعنف من جانب إدارة السجن يوم 31 مايو الماضي وتطالب بالتحقيق حيث قامت إدارة لومان وادي النطرون بحملة تفتيشية مكبرة على عمبري 7 و 5 والمودع بهم المحبوسين احتياطيا من أعضاء تنظيم الإخوان الإرهابي للإطمئنان على عدم حيازتهم أيات ممنوعات وفقا للوايح السجون فوجئ أفراد الحملة بقيام المحتجزين بالتكدس خلف أبواب الزنازين من الداخل والطرق عليها والتعدي على الحراس بالسب والشتم ويلقاء زجاجات المياه عليهم في محاولة لمنع تقدم القوات واستكمال الحملة التفتيشية تم السيطرة على الموقف دون أدنى تجاوز وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الوقائع واختار النيابة العامة بها اشتركوا في القناة